الهجمات المتصاعدة التي تشنها الفصائل التابعة لايران ضد قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي وقواعده في كل من سوريا والعراق منذ اكثر من اسبوعين تقابل بغارات امريكية على مواقع ايران وفصائلها في شرقه السوريا زادت وطيرتها بشكل ملحوظ خلال الايام الاخيرة المرصد السوري لحقوق الانسان افاد ان طائرات حربية امريكية استهدفت موقعين للحرس الثوري الايراني في محيط مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقية سوريا وذلك ردا على هجمات نفذتها الفصائل التابعة لايران استهدفت عدة قواعد امريكية في المنطقة خلال الفترة الاخيرة يأتي هذا فيما حذر مستشار الامن القومي بالبيت الابيض شيكي سوليفان ايران من انه في حال هاجمت الفصائل التابعة لها الموجودة في المنطقة القواعد والقوات الامريكية مرة اخرى فان قواتهم سترد بشكل قوي مشيرا الى ان الولايات المتحدة تبذل قصار جهدها لمنع انتشار التوترات في المنطقة على حد تعبيره وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد قال قبل ايام في خطاب موجه الى رئيس مجلس النواب مايك جونسون ان الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ المزيد من الافعال في اعقاب هجمات تنفذها جماعات مرتبطة بايران ضد القوات الامريكية في كل من سوريا والعراق اشتركوا في القناة